فيه بقى خبر وده خبر حلو ومهم جدا النهاردة وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سفورتس بروتوكول تعاون مع مين مع مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة مباراتين بتوع كاس السوبر المحلي المصري ما بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكاس مصر للموسم اللي فات عشرين 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 واحد وعشرين والموسم الحالي واحد وعشرين اتنين وعشرين في دولة الإمارات العربية الشقيقة ده يا سادة يا كرام في إطار تعاون مثمر حقيقي وقوي وبناء ما بين الجانبين روابط وثيقة ومشتركات كبيرة بل وعظيمة ووحدة مصير تجمع الإمارات ومصر هتيجي تقول لي يا أخي وحدة المصير يعني الرياضة هقولك هو اللي بيجمع عادة الإنسانية أمور زي الرياضة فما بالك ما يجمع الأشقاء وبعضهم البعض النهاردة اتعمل اجتماع موسع بحضور دكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية أيضا المهندس سيفي الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس وشركة استادات للاستثمار الرياضي الأستاذ محمد يحيى لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس أيضا الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائب الأستاذ خالد الدرندالي أيضا صديقنا العزيز حبيبي دقا كابتن حزم إمام وكابتن محمد بركات عضوي مجلس الإدارة والأستاذ أو عضوي المجلس أنا أسف والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد من جانب الإمارات الشقيقة سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة سهيل عبدالله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة محمد عبدالله الظهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أيضا السيد ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي والسيد عبدالرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبوظبي الرياضي تعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع بالمناسبة كمجرة العادة للبطولتين كاس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتهم الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية وأن هذا الأمر يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية ما بين الإمارات ومصر بيعزز مسيرة وبيعزز من خطط العمل اللي بتتواصل بيعزز أجندة حافلة وجهد مشترك الحقيقة لدعم فيه دعم لتجسيد تنمية في الحركة الرياضية ما بين البلدين بمثل هذه الأمور تتحد الشعوب الرياضة جانب الثقافة جانب الفنون جانب كما أن الاقتصاد بالتأكيد جانب السياسة جانب إلخ إلخ من الروابط